تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك اتصالا هاتفيا من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتين جريفث اطمأن من خلاله المبعوث على صحة رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية التي استهدفت بهجوم يوم الأربعاء فور وصولها إلى مطار عدن الدولي وأعرب المبعوث الخاص عن إدانته الشديدة للهجوم وتضامنه مع الحكومة اليمنية ناقلا خالص التعازي لأسر الضحايا بدوره يكد الوزير بن مبارك أن هذا العمل الإرهابي الذي اقترفته الميليشيات الحوثية لا يستهدف شخص الحكومة بقدر ما يستهدف مساعيها وتطلعات وآمال الشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام مشيرا إلى أن ذلك لن يزيد الحكومة إلا تماسكا وإصرارا على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق دعائم الاستقرار